نهارك سعيد دكتور عمر عادلية عضو في الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر السبع الخير دكتور أهلا بحضرتك معنا في البداية تشرح لنا إيه المشكلة أو إيه فكرة الحملة يعني خليني الأول نتكلم عن فكرة الحملة حملة إسقاط ديون مصر نتكلم الأول عن الحملة يعني هي الحملة بتهدف إلى مراجعة وإسقاط الدين الخارجي أيها والمراجعة هنا دي فكرة قائمة على حاجة اسمها الـ That Audit أنه بعد سقوط النظم الديكتاتورية بيتم عمل نوع من أنواع التقييم والمراجعة والمتابعة للقروض اللي تم تحصيلها واللي تركمت على الخزانة العامة طوال الفترة بتاعة الحكم اللي كان بيغيب عنها المحاسبة وبرلمان مسؤول وما فيش رقابة إلى آخره وده للوصول إلى القروض اللي هي بيسموها الديون الكريهة الديون الكريهة المقصود بيها الديون القروض الخارجية التي تستخدم أو استخدمت من قبل النظام لقمع الشعب أو نتيجة غياب أي رقابة وأي آلية ديمقراطية استخدمت واستهلكت في الفساد إلى آخره وبالتالي في هذه الحالة لو بعد التحقيقات طبعا هي الفكرة أنه في مراجعة وعشان كده الحملة فيها مجموعة من الاقتصاديين ومجموعة من الإعلاميين إلى آخره أن هي بتهدف لمراجعة الدين الخارجي اللي هو تقريبا 35 مليار دولار ليه الوقوف على وجود الدين كريه من عدمه الحملة أو حملة إسقاط ديون مصر الحملة بترفض الاقتراض بترفض الاقتراض من كل الدول إيه سبب رفضها للإقتراض مشاكل الاقتراض من وجهة نظاركم تمام هو طبعا المسألة مش رفض الاقتراض الخارجي بالكامل أو بالإطلاق هي المسألة البساطة شديدة لها علاقة بالقرود اللي تم تناولها أو الحديث عنها في السنة الماضية يعني أثناء حكم الحكومة المؤقتة والطرح بسيط أنه لا يجوز لحكومة مؤقتة انتقالية ملهاش لتفويد الشعبي الواضح حكمية غير منتخبة أن هي توقع على عقود قروض ضخمة بالشكل اللي حتى نتكلم عنه يعني القرد الأخير بتاع سندوق النقد الدولي على سبيل المثال اللي هو مصار تفاوض الآن تبقى للبيانات الرسمية يعني ده قرد تقريبا 3 مليار و2 مليون دولار وده تم التعاقد عليه أمدا؟ ده لم يتم التعاقد عليه بعد يعني هو الوزارة التعاون الدولي والتخطيط بتقول أنه مصار تفاوض ده تم فتح التفاوض عليه في يونيو الماضي ورفض حين ذاك باعتبار أنه هو قرد هيستخدم لسد العجز في الموازنة وقتها كان من نفس حتى وزارة التعاون اتقال الكلام أنه ليس هناك حاجة للاقتراض لسد العجز وإنما الحاجة إلى الاقتراض لزيادة الاستثمار عشان مواجهة حالة الركود اللي كان القتصات متاجئ إليه وقتها كلها تحققت بالفعل وتم الحديث عن وجود مشروطية وعشان كده رفض القرد دون الإفساح عن هذه مشروطية فالموضوع بينقص الشفافية والإفساح تماما وتكرر الأمر فيما بعد أنه النهار ده احنا بنتكلم عن عقد نفس القرد والحديث على أنه ما فيش مشروطية مراضي وطبعا ده بيصير التساؤل إذا كان ما فيش مشروطية بقى فيه تفاوض ليه بقاله أسابيع يعني تفاوض على إيه إذا والطرح بسيط هو رفض أنه الحكومة المؤقتة هي اللي تعقد هذا القرد وتركه للبرلمان المنتخب هو اللي يبحث عن المسألة دي وهو اللي ياخد فيه القرار بمزيد من الشفافية طبعا لأنه ده قرد ضخم لأنه طبعا ما فيش بينات رسمية من يونيو الماضي على فكرة صادر علامة بوزارة المالية والبنك المركزي عن حجم الاقتراض الخاري وبالتالي التقديرات بتاعت مصادر موسوقة إلى حد ما وإن كانت مصادر غير رسمية بتقول إنه حجم الاقتراض تقريبا كان مليار ومتين مليون في خلال السنة اللي فاتت وإذا أضافنا ليهم التلاتة مليار ومتين مليون الدولار المزمع عقدهم يبقى حنا بنتكلم عن إجمالي قروط خارجية في سنة ميلادية مشمالية تقريبا أربع مليار وده أربع أضعاف أو يزيد عن أربع أضعاف متوسط الاقتراض الخارجي في عهد آخر 15 سنة من حكم الوارك اللي هو مليار دولار في السنة وطبعا دي حجم مديونية ضخمة للغاية وهيترتب عليه هيتراكم وده ليه فايدة وليه خدمة الدين ويعني قليلين على فيه مثلا حجم خدمة الدين إن هي تقريبا يعني هي نسبة معتبرة من الانفاق الحكومي بتروح لخدمة الدين سواء الخارجي أو الداخلي خدمة الدين بمعنى عايزين نمساتها أكتر دكتور عامر برضو علشان المشاهد يبقى يعني دي أنا أخدت القرد وبعدين هسدده مثلا على العشر سنين هدفع فايدة واللقصات بتاعت الدين نسبة الفايدة بتبقى عالية زي كده بالزبط البرسول النون أو القرد الشخصي اللي بناخده من البنو هي الفكرة إنه أنا باخد قرد ففايدة عالية فهو ده اللي انتوا رفضينه لإنه سد الدين أو نحن نرجع الدين ده مرة تانية مش بس هيكلفنا تامنة ولكن هيكلفنا تامنة بلاس حاجات كتير جدا خدمة الدين في القصات والفايد السنوية بتاعت الدين الخارجي فقط تقريبا 12 مليار جنيه سنويا ده مبلغ ضخم للغاية على فكرة يعني ده قد مثلا مخصص صحة يعني ده مبلغ له قيمة وبالتالي مسألة خطيرة ومسألة محتاجة إنها يقطع فيها من قبل حكومة منتخبة طب وهل تم فعلا إن الحكومة الانتقالية اتصرفت في الموضوع ده أو فعلا عملت زي ما انتم كنتم بتعترضوا على إن هي تتقترض أو إن هي تاخد الفلوس دي وهي مش من حقها إنها تتصرف في مبلغ ضخمة زي كده يعني طبعا برضو هرجع أقول إنه الإشكال غياب أي شفافية وغياب أي إفصاح يعني غير واضح أو غير معروف غير معروف الكلام اللي تقال من السيدة السفيرة فايزة بناجة إنه هيصدر مرسوم بقانون بعقد القرد مع صندوق النقد وبعدين طلع وزير المالية قال إنه التفاوض ساري لحد مارس إنما مش مفهوم هل لسه المجلس العسكري هيصدر مرسوم به أو لا هذا أمر غير مفهوم يعني أتمنى إنه بما كان بارح الجلسة الافتاحية بتاعة البرلمان إنه خلاص ينتهي الأمر بإنه البرلمان هو اللي هيبحثه ونقدر إحنا نتكلم مع البرلمان بشكل فقط كحملة شعبية أصد المهتمين بالشأن الاقتصادي العام يتكلموا مع البرلمان بمزيد من الشفافية لأنه الإشكال في النهاية إنه دي أعباء بيتحملها الشعب لأنه بتدفع في النهاية من الخزانة العامة الشعب متحمل ما يكفي الحقيقة وفي النهاية هو طالما أنه متحمل ويبقى القرار الاقتصادي في إطار ديمقراطي ينبغي إنه يكون فيه أشفح فيه ومشاركة وده غير متحقق وعدم تحققه بمناسبة بيسير الشبهة بتاعت الدين الكريه لأنه في النهاية إحنا عندنا حكومة لا تمثل الشعب بالفعل يعني ده مش مش طعنر في الحكومة بقدر ما إنه هو تعبير على مرحلة انتقالية مش متخبت معداش طفوية شعبي وما فيش أي شفافية كمان فيما يتعلق باستخدام هذا القرد طيب خلينا كده يعني نسأل ونرد النهاردة لو أنا بسمع كلام حضرتك هقول أوكي جميل جداً الكلام ده وفعلاً إزاي هسدد الديون دي بس كمان هفتكر المشاكل اللي عندي وهفتكر كمان العجز اللي عندي في الميزانيات بتاعتي طب هسددها إزاي؟ طب هتصرف إزاي؟ يعني أنا النهاردة لما أجي أقول لحد ما تعملش كذا 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 فالمفروض أو المطلوب مني إن أنا يبقى عندي بديل أو المفروض يبقى فيه حل عندكم حل؟ عندكم بدائل؟ لا شك طبعاً البدائل طبعاً عايزة تديرس برضو يعني إحنا ما عندناش وصفات جهزة إن هي تتم تنفيذها إنما تدارك المشكال بتاع العجز هناك بدائل عديدة غير الاقتراض الخارجي إذي إيه دكتور عمري؟ يعني بدائل افتراضية كده افتراض يعني على رأسها يعني إحنا عندنا بديلين الشق بتاع الإرادات ممكن إحنا نتكلم عن زيادة الحصيلة بتاعة الضرائب يعني المالية مثلاً بتتكلم عن متأخرات ضرائبية بتتراوح ما بين 70 و 100 مليار دي متأخرات ضرائبية مستحقة بالفعل هل يمكن يعني تحصلها أم لا؟ طبعاً البعض بيقول إنه ده مش الموسم بتاع تحصيل الضرائب لأنه فيه ركود وفيه طباطه اقتصادي الأخب ده قد يكون سليم على المدى المباشر إنما على المدى المباشر مثلاً عندي الفاتورة بتاع الدعم الطاقة اللي هي تقريباً خمس الإنفاق العام اللي هي السنة دي كانت 96 مليار السنة المالية من يوليو الماضي 96 مليار تقريباً 19% من إجمال الإنفاق العام يعني واحد من أكبر البنود وطبعاً إحنا عارفين الكلام اللي أثير إنه الجزء كبير من هذه اللي لم يكن الجزء الأكبر من دعم الطاقة بيروح ليه صناعات كسيفة الاستهلاك للطاقة اللي هي بتحويلها الأرباح في أنها في صناعات زي الأسمنت أو الحديد ده حتى أسعاره وبتنزلش كسلعة والكلام ده أثير على فكرة من 3-4 سنين وكل مرة بيتكلم نقام حكومة نظيف بنتكلم عن تخفيض الدعم بتاع الطاقة الفاتورة اللي عملة تكبر لأن أسعار اللفط العالمية عملة تعلى وده بيتحمله في النهاية الخزانة ده بصات الشديدة وبيتحمله المواطن وبيتاخد من البرامج التانية يعني دعم الطاقة بسه عشان حط المشاهد في الصورة السنة دي في الموازنة دي اللي هي مفروض فيها عدالة اجتماعية والكلام ده تقريبا أربع أضعاف مخصصات الصح وضعفين وضعف مخصصات التعليم فيعني وقد الإنفاق الاجتماع كله على بعضه حاجة يعني متحكة وفي النهاية طبعا طبقا لتقرير هو واضح أن الشعب هو اللي هيدفع تمام الحرية والعدالة الاجتماعية وهو اللي هيدفع كل حاجة فطبعا إحنا بنتكلم عن تخفيض الدعم المحروقات اللي هو بمناسبة حاجة نقشت بالفعل من قبل مجلس الوزر ومفروض أنه هو صدر بيها قرار من أول يناير أنه هو يتم رفع الدعم اللي هو بالمناسبة هيوفر 2 مليار جنيه من 96 مليار يعني تقريبا 3% أو أقل من 3% من إجمال فاتورة الدعم اللي هي بتظل ضخمة للغاية فلو مثلا أنه بنتكلم وده هنا بنتكلم على الفكرة عن الدعم الموجه للقطاع الصناعي اللي هو مش هيأثر على همش الأرباح بتاعته وفيه دراسات أكام من دراسات مش كامدة من دميار فيه دراسات اقتصادية قائمة وبالتالي فيه بدائل يمكن دراستها ممكن أن هي تتخفض من العجز في الموازنة في التوقيت الحالي غير الاقتراض وعلى الأقل لو هناك حاجة مسر الاقتراض يبقى ساعتها يبقى فيه نوع من المكاشفة ونوع من نص المصرحة فيما يتعلق به إحنا هنقتارد ليه الفلوس هتروح فين هنسدد إزاي والشروط إيه يعني إحنا حتى ما نعرش الشروط طيب يعني الشروط دي أنا عرفها من مين أنتو بتشتغلوا على إيه بتوجهوا طلباتكم مين حملة إسقاط ديون مصر عملت إيه لحد دلوقتي يعني طبعا أنا بقول دايما الحملة قائمة على المراجعة الأول مراجعة الديون اللي يسموها date audit وبالتالي دي عملية محتاجة تحقيق ومتابعة ومحتاجة إمكانيات كبيرة حتى عددنا مش كبير عندنا خبرات يعني فيه كذا أستاذ اقتصاد فيه إعلاميين يعني بيغطوا الاقتصاد مخصوص فيه خبراء يعني إنما إحنا شغالين على عدد من القروض بنشوف أن يعني بننقود على مستوى السياسات العامة ليه تم الاقتراض بكل التكاليف بتاعته ويه الفلوس راحت فين بالزبط فيه أثناء الفترة الماضية وبالتالي جزء من العمل بتاع الحملة أو جزء أكبر من العمل ليه علاقة بمراجعة الدين الدين العام اللي التحصل فيه التلاتين سنة اللي فات وإحنا سمعنا الحقيقة أرقام كتير جدا يا دكتور عمر في الموضوع ده يعني إحنا سمعنا أرقام كتير من بداية من كذا شهر ابتدنا وقت الاقتصاد وانهيار البورصة وخلافه من المشاكل الاقتصادية اللي كنا بنتعرض لها سمعنا أرقام كتير جدا وفي الحقيقة إحنا مش عارفين إيه هو الرقم الحقيقي اللي مطلوب من إحنا نسداده يعني هو لا شك إنه يعني بتغيب عن القرارات الاقتصادية الكثير من الشفافية مش بس في موضوع الاقتراض يعني في موضوعات عديدة يعني الموازنة بمناسبة بس على الحديث عن موازنة الموازنة اللي اتعاملت في يوليو الماضي نزل منها ثلاث نسخ على الموقع بتاع وزارة المالية وكان كل نسخة بتنزل تقعد يوم وتتشال يوم وتتشال ويعني حتى سيفنا لثلاث نسخ يعني من باب وطبعا ده أمر يعني مش واضح المعالم طب ليه بتنزل وليه بتتشال وعين موازنة اللي دخلت واللي تم اعتمادها مختلفة عن اللي دخلت لتعرض على المجلس العسكري فيه قدر من غياب الشفافية بالطريقة القديمة اللي هي كان انه وزارة المالية او وزارة التعاون هي معاها الملف وخلاص طبعا الشفافية هنا مطلوبة لانه هرجع اقول تاني القرد العام بتتحمله الخزانة والخزانة معناها ان دي فلوس هتتدفع من دافع الضرائب المصريين وتخصصها في غير محلها معناها خصم من الفلوس اللي المفروض ان هي تروح لجوانب التنموية زي التعليم زي الصحة وزي الخدمات الاجتماعية الى اخره فده نقطة مهمة اوي فكرة يعني التعامل مع يعني هقولها ازاي المشاركة في القرار الاقتصادي زي ما النهاردة المجتمع المصري بيدفع وازهر يعني من خلال المشاركة في الانتخابات من خلال البرلمان الى اخره الاهتمام بالمشاركة في القرار السياسي فالقرار الاقتصادي لا يقل الخطور عن القرار السياسي اطلاقا وهو جزء اصيل من القرار السياسي يعني البرلمان معمول ليه حتى نشأت البرلمان تاريخيا كانت عشان الاقتراض اللي كان بيعطى للملوك في أوروبا بلد انجلترا وفي النهاية عمله البرلمان باعتبر انه هو مجلس الديانة بتاع الملك عشان يشوف هو بيصرف في ايه وبيسدد ازاي يعني ده نشأت البرلمان فهو له علاقة وثيقة بالجوانب الاقتصادية والحملة بالتالي بتهدف بالأساس الى جاذب الاهتمام بتاع الجمهور للجانب بتاع القرار الاقتصادي عشان تحقيق قدر اكبر من مش بس شفافية المشاركة كذلك ازاي ممكن الجمهور يشارك في قرار الاقتصادي يعني معلش احنا تعلمنا حاجات كتير قوي الفترة اللي فاتت تعلمنا يعني ايه سياسة تعلمنا يعني ايه حاجات كتير قوي بجد احنا كنا يعني مش مهتمين مش علشان احنا مش مهتمين او مش علشان احنا شعب غير مؤهل زي ما كان بيقال عندنا ولكن لان كنا حقيقة ما عندناش الفرصة دي ولكن اول لما قطيحت الينا الفرصة شاركنا وتواجدنا وبصرف النظر مختلفين او متفقين ده نسيبه بس في الاخر احنا متواجدين ازاي ممكن نشارك في قرارنا الاقتصادي وهو ده اللي احنا كمان نازم نبتدي نتعلمه يعني المشاركة في القرار الاقتصادي طبعا يعني اولا طبعا بكل اسف يعني الاقتصاد بالطريقة اللي هو نشأ بيها وكعلم الى اخره مبهم على على الغاية يعني للغاية وبيعتبر انه هو علم الخبراء الى اخره وبالزبط كلها اصرار ومحدش بيفهم الكلام اللي بيتقال وكلها ارقام وده اشكال كبير وبالمناسبة ده مش مقتصر على الشعب في مصر مش بسيطة انه مش مؤهل ولا مش فاهم يعني ده ممتد الى البلاد اللي فيها ديمقراطيات عريقة في اوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة فيه اشكال فيه تفاهم الاثر بتاع السياسات الاقتصادية فده مشكلة عامة وهنا الدور بتاع الحملة اللي هي لسه بمناسبة الحملة لسه قيدة تكوين ولسه بنكتهد فيها يعني انه ازاي يتم تطوير لغة للاقتصاد يمكن هضمها وفاهمها من عامة الناس اللي بيقرق جورنان المهتمة بالشأن العام اللي هم بمناسبة زادوا مؤخرا للغاية يعني هناك عدة ملايين في مصر مهتمين بالشأن العام ومتابعين مستنين بس انه يتم صياغة الامور بشكل اكثر يعني سهولة واكثر بساطة وتوضيح الاثر المباشر على الحال يومية للناس لانه الاثر مباشر على الحال يومية يعني الموضوع ما فيهوش هزار ليه علاقة على طول بالخدمات العامة اللي هتوجه للناس طبعا الاعباء اللي هتوقع عليه وكل الناس حاسة بانه الاقتصاد في المشكلة وكل الناس حاسة رغم كل الظروف دي الحاجات برضو عمالة تغلى يعني كل الناس بتعاني لا شك طيب حرارة كنت قدمت دكتور عمر تجربة عن المجر او تجربة المجر في ما يخص التجربة الاقتصادية اللي احنا بنتكلم عنها يريد حرارتك تشرحنا بتبسيط برضو ونفهم ليه تحديدا التجربة دي حرارتك اخترتها يعني هو طبعا او ايه واجهة تشابه يعني ما بيننا يعني احنا بنتكلم هنا عن يعني في الدراسات بتاعت التحاول الديمقراطي عمتا المداخل بتاعت الاقتصاد السياسي اللي بتبص على الجوانب الاقتصادية والجوانب السياسية بيبقى فيه بعض التركيز على التجارب السابقة اللي هي مش بتدرون ان هي بتحمل اوجه شبه يعني ان احنا نستفيد منها مباشرة ولكن هي بتحمل برضو بعض اوجه الشبه ان احنا ممكن نستفيد بشكل غير مباشر من اللي حصل في هذه السياقات عندنا البلاد بتاعت شرق وسط اوروبا اللي هي حصل فيها انهيار للنظم الشيوعية السلطوية في بداية التسعينات وعندنا البلاد باعت امريكا اللاتينية واغلبها كانت يعني بلاد بتعاني من مديونية ضخمة بتعاني من مشاكل اقتصادية جمع يعني جت على اسراحها لصورات الشعبية اللي حصلت ففيه اوجه تشابه والمسألة في النهاية اللي هي علاقة بانه هذه البلاد بدون من نخص واحدة من انه ده اغلب اللي حصل في البلاد اللي نجحت في التحول بالفعل انه حصل اعادة توزيع للحوق السياسية اللي هي ممثلة فيه المشاركة وحرية التعبير وحرية الرأي وحرية التنظيم الى اخره مع الحول الاقتصادية وعلى رأس سياسية الحول الاقتصادية زي ما كنت بقول يعني على الأسان مشاركة في القرار السياسي ايه اللي هو ليه مضمون اقتصادي لا شك يعني في تكوين السياسات العامة وده طبعا بينعكس على المجتمع المدني بمعنى كبير مش بس منظمات يعني قصدي مجتمع المدني بمعنى النقابات وبمعنى الحركات اللي بتمثل العمال وبتمثل الفلاحون وتوسل الموظفين بس للمجموعات المهنية المختلفة فمن هنا كان أوجه الشابة يعني مش بالتحديد على المجر أو غير البلد نفسها أو بتجربة بشكل عام بالضبط التجارب في العالم في تجارب بلاد سبقانة وقع على الحال في الموضوع سبقانة بعشرين سنة أو بتلاتين سنة يعني في حدوث هذه التجارب دكتور عامرة عند حضرتك اي خطوات اذا تم التعامل معاها او اذا تم تنفذها بالفعل نقدر نسدد ديون مصر يعني أنا مش عايز أخش في السؤال الكبير بتاع نقترد من الخارج او لا لان ده سؤال طبعا اللي يمكن أنا حسيمه اللي يمكن حتى الحاملة تحسيمه ده مسألة ومش بس مسألة انه هو يعني نقاش مقتصر على خبراء لا ده هو نقاش سياسي بامتياز يعني فكرة انه السياسات الاقتصادية هتوضع ازاي مستقبلا البرلمان الجاي ده بتركيبته ايه الاراء السياسية بتاعي ايه الاراء في الاقتصاد الخاصة به اعادة ترتيب اللي اقتصاد عملت زي لا بمناسبة رؤية غير واضحة تماما الى الان تماما انه هو طبعا بس ده محل يعني ده مناطف النهاية نقاش سياسي لانه هيعكس توازنات القوة هيعكس قدر اهتمام الجمهور في مصر الجمهور الواسع اللي بينزل الشارع او اللي بيروح ينتخب بمسألة العدالة الاجتماعية والتفاصيل العدالة الاجتماعية هل هترجم الى سياسات عامة وبرامج ام هتظل على مستوى الخطاب بالشكل قائم حاليا انه يعني هيك الموازنة على سبيل المثال كما هو وكثير من التحولات اللي بتحصل لا تنزر بحدوث او لا تبشر بحدوث تغيير بتنزر ببقاء الوضع كما هو علي لحد الوقت لحد الوقت لسه ما شفناه طبعا المسألة عايزة وقت انا ما بقولش انه مفروض تتبالور البرنامي بقاله يوم تقريبا يعني ما قدرش نحن نحكم بس انا بقول قياسا على الحكومة المؤقتة او الانتقالية لها كانت جاية من الاصل انها بتمثل مطالب الثورة اساسا ولكن يعني كل اللي احنا فهمناه من كلام حضرتك او كل المطلوب او كل اللي هيساعدنا على ان احنا نسدد ديون مصر وعلشان نعرف مدى الخطورة اللي احنا فيها واصلين لحد فين حقيقي الوضوح الشفافية طبعا والمشاركة والمشاركة وتفتكر انه الشعب المصري هي ممكن يكون مؤهل انه يشارك اقتصاديا او يشارك في اقتصاد بلده يعني لا شك في القرار الاقتصادي طالما ان فيه مشاركة سياسية يعني بدون أنها تستمر لو فيه مشاركة سياسية انه يعني ما فيش منع انه يبقى فيه مشاركة اقتصادية بحكم الضرورة لانه في النهاية السياسات العامة هيتم اقرارها سواء من يعني من البرلمان ومن حكومة لما تتشكل حكومة منتخبة ومن رئيس دولة لما ييجي دول كلهم هيشكلوا مفروض السياسات الاقتصادية وهيطبقوها وده هيأثر على معيشة الناس وانا اعتقد انه هناك يعني سقف التوقعات مرتفع لدى العديد في مصر من الناس اللي راح تنتخبت الى اخره انه الامور تتغير بس كلها عايشة على امن التغيير بس ده وده ضغط على الوصل للسلطة مؤخرا انه الامور ينبغي انت انت تتغير طبعا وهو ده المطلوب منه طبعا ازاي بقى ده هيحصل ازاي هيتم التغلب على العوائق والقيود الموجودة ده سؤال مطروح لصنع القرار وناس من امثالنا في الحملة على استعداد ان هما يساعدوا على استعداد ان هما يضغطوا وقت اللزوم وده الغرض من حاجة زي الحملة من الاصل اللي هي يعني مجرد تجربة لسه يعني احنا بنحاول ان احنا نستعيم بتجارب في بلاد حصل فيها تحريك للجماهير على اسس اقتصادية ان احنا بنحاول ان احنا نوصل للناس اللي ما يفهم خطأ ان هو شأن خبراء وهي مسائل تحت سياسة العامة الناس دي بتأثر على السكن وعلى الأكل وعلى الصحة وعلى التعليم بتاعة الغالب من الجمهور المطالب الحياتية المعتادة اليومية يعني اللي مش محتاجين اكتر منها الناس مش طالبة كتير الناس طالبة تعيش وتأكل وتتعلم وتتعالج يعني ابسط حقوق المعيشة دكتور عمر عادلي عضو في الحاملة الشعبية الاسقاط ديون مصر بشكر حدرتك على وجودك معنا النهاردة ونهارات حدرتك سعيد الوضوح والشفافية هم دول اهم طلبين لحل اي مشكلة في بلدنا نروح للفاصل ونرجع نستكمل فقاراتنا معكم النهاردة في نهارك سعيد خلق مان